نعم طبعا عملياتنا في عمق العدو وكذلك استهداف السفن المملكة للعدو هدف هذه العمليات هو وقف جرائم الإبادة الجماعية ووقف العدوان على غزة لكن استهداف السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني مرتبط برفع الحصار عن أخواننا في غزة وبالتالي هذه العمليات لن تتوقف إلا بتحقق أهداف العملية فمثلا لو أنه تم رفع الحصار الآن بشكل كامل عن غزة سنتوقف عن استهداف السفن المتجهة إلى الكيان إذن نحن في خضم مواجهتنا مع أمريكا وحلفائها في العالم وكذلك في المنطقة نحن نواجه بشجاعة وبسالة ولكن مع ذلك نحن نتحلى بالحكمة نحن نتحلى بالقيم نحن نتحلى بالأخلاق أيضا لا بد أن نشير النقطة مهمة أمريكا لا يمكن أن تخرج من تصرف هذه المعركة لأن هذه المعركة لها بعد أخلاقي ولها بعد إيماني وهذه العبعاد هي لصالحنا اليوم هناك حرب بين طرفين طرف يخوض هذه المعركة من أجل ارتكاب المزيد من الجرائم الإبادة الجماعية ومن أجل حماية مرتكبها وطرف يخوض هذه المعركة من أجل وكف جرائم الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن 2 مليون فلسطيني محاصرين إذن المعركة أصبحت واضحة الحق واضح والباطل واضح ومن هنا نحن نسأل كل العالم أين تريد أن تقف؟ هل إلى جانب من يقاتل من أجل ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية وحماية مرتكبها أم مع من يناضل ويكافح من أجل وكفها الصورة واضحة طبعا نحن لم يكن لدينا خيار سواء المشأل سواء التصدي للكيان الصهيوني لأننا إن لم نقوم بذلك فهذا يعني أننا تخلينا عن ديننا عن كرامتنا عن إزتنا عن إخلاقنا عن إنسانيتنا عن رجولتنا المعيار الأساسي